أهلا بكم نخصص هذه الفقرة للرهانات السياسية في كينيا حيث أعلنت المحكمة العليا في كينيا اليوم بطلان فوز رئيس هورو كينياتا في الانتخابات الرئاسية نتيجة تجاوزات ارتكبتها لجنة الانتخابات وقالت إنه يتعين إجراء تصويت جديد خلال ستين يونا لمناقشة هذا الموضوع معنا في الأستوديو الدكتور محمد العمراني بوخفزة المحلل السياسي عيد مبارك سعيد عيد مبارك سعيد إذن ما هي دلالة إعادة الانتخابات الرئاسية في كينيا وهي لأول مرة عملية تحصل في تاريخ كينيا وبالفعل هي أول مرة تقع بالنسبة لكينيا وليست فقط بالنسبة لكينيا وبالنسبة لمجموعة القرى الإفريقية أن يتم الإعلان قضائيا بضرورة إعادة الانتخابات وهذا يعني أن العملية الانتخابية بدأت تأخذ حضورا متميزا داخل العمل السياسي في النسبة للقرى الإفريقية وكينيا بالخصوص فهذا المعطى يدل على أن كينيا من خلال اتجاه المعارضة خاصة من خلال زعيمها وذينغال نحو المحكمة العليا هذا يدل على أن هناك نج وأن هناك ثقة في المؤسسات وخاصة المؤسسة القضائية إذن فكذلك هذا يدل على أن النخبة السياسية في كينيا كذلك استفادت من الدروس لأن كينيا مرت من تجربة أليمة في انتخابات الرئاسية 2007 التي خلفت أزيد من 1200 قتيل وأكثر من 600 ألف مشرد فهذا يدل على أن النخبة السياسية هي على وعي بتمن وتكلفة أي مساس بالعملية السياسية وخاصة عندما يتعلق الأمر بالانتخابات العملية الانتخابية في كينيا هي عملية معقدة هي عملية معقدة على الاعتبار أن فيها الجانب العرقي يحضر بشكل كبير وكبير جدا ثم الأمر الآخر أن حتى طريقة الاقتراع هي كذلك نوعا ما معقدة لأن فيها مقاطعات وضرورة فوز الرئيس بأغلبية المقاطعات التي عددها 47 فبتالي أن هذا الأمر كما قلنا أنه يعطينا صورة على كون أن المصار هو نوعا ما يأخذ طريقه بشكل تدريجي نحو الإقرار بالمؤسسات نعم ولو أنها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها أو دينغا للمحكمة العليا فقد سبق له أن لجأ ولم تكلل محاولاته بالنجاح والأمور تختلف نوعا ما لأن أو دينغا بالنسبة لسنه ونسبعين سنة لأنه تجاوز ربما آخر فرصة بالنسبة إليه على مستوى الترشح للانتخابات فهو ألف للطعن في العملية الانتخابية ولكن الوضع الحالي هو وضع مختلف لماذا؟ لأنه في المرة السابقة لم تتمكن النخبة السياسية وخاصة المرشح للانتخابات من ردع الشارع الذي لجأ إلى العنف بمعنى مناصر الأطراف عندما نزلوا إلى الشارع تنديدا بفوز الرئيس أو دعما لرئيس المعارضة فكانت تكلفة كبيرة وكبيرة جدا فتكلفة على المستوى الأشخاص وتكلفة على المستوى السياسي وتكلفة على المستوى الاقتصادي وكذلك سمعت كينيا على المستوى القر والعالمي كذلك معطى آخر وربما هو يجرنا لنقاش آخر وهو أن بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية كان هناك مراقبون دوليون والمراقبون الدوليون أعلنوا عن كون أن هذه الانتخابات كانت نزيهة ولم تشبها خرقات كبيرة يمكن أن تمس بسلامتها وبما فيها بعض المراكز التي لها سمعة عالمية مثل بعض المراكز الأمريكية مركز جيمي كارتر أو حتى بالنسبة للاتحاد الأوروبي هذا يمس بمستقية هذه المؤسسات نعم لذلك فالوجوء أودينغا إلى المحكمة العليا مع وجود تصريحات سابقة لمراقبين دوليين بسمعة عالية ربما كان فيه نوع من المغامرة وخاصة أن النداء الذي وجهه الرئيس الذي أعد انتخابه للمعارضة للجوء إلى المحكمة أو القضاء عوضة للجوء إلى الشارع ربما كذلك كان له صدى لأن بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات وفوز الرئيس المنتهية بولايته كان هناك بدأت ملامح الفوضى تبرز وعدد القتل أنه تجاوز 24 قتل فبتالي ضبط النفس والتبصر هو الحكمة التي يجب للجوء إليها في نفس هذه الأوضاع ولكن في نفس الوقت ربما أنه سيطرح علامات استفهام كبيرة بالنسبة لمصداقية مراكز الملاحظات الدولية نعم إذن الحكومة حاولت يعني ضبط الشارع واللجوء إلى الهدوء لكنها لم تنجح في ذلك الهاجز الأمني يسيطر الآن التكلفة أيضا المالية والاقتصادية لإعادة الانتخابات يعني ستكون مكلفة ما هي أبرز الرهانات في جولة الإعادة؟ ربما فعلا هو أن الاستعدادات لخوض جولة جديدة من الانتخابات الرئاسية لا من ناحية التكلفة ولا حتى من ناحية اللوجستيك لإعداد لهذه الانتخابات فهي ربما كما قلنا أنها ستكون مكلفة ولكن كذلك هناك إشكال آخر وهو الإشكال الدستوري الذي يحدد تاريخ إجراء الانتخابات خلال السنين يوم من إعلان القرار هل تبدو مدة كافية؟ مدة غير كافية ولكن في نفس الوقت قبل إجراء هذه الانتخابات يجب أن يعاد النظر في الأمور التي أدت إلى جعل هذه الانتخابات غير سليمة فبالتالي هناك الجانب المتعلق بالمعلوميات وعملية الإحصاء وعملية الفرز عملية التصويت فكل هذه الأمور ستكون محط نقاش من دون شك لأنها هي التي أدت في آخر مطاف إلى إلغاء هذه الانتخابات لأن حتى اللجنة العليا للانتخابات كلجنة مستقلة هي أعلنت عن كون أن الانتخابات كانت نازيها وأنها أعادت فرز الأصوات بشكل إلكتروني ولكن في آخر مطاف المحكمة العليا اعتبرت أن هذه الانتخابات لم تكن نازية أو مشوبة بعيب يستوجب معه إلغاء هذه الانتخابات فبالتالي أمور كثيرة يجب إعادة النظر فيها قبل إجراء انتخابات خلال السين يوم إذن هناك فعلا الجانب الاقتصادي أو تكلفة الاقتصادية لانتخابات لن تكون سهلة هي مكلفة ثم خلال هذه الفترة لن تكون الأوضاع على ما يرام لأن هناك أنصار لأن عندما نتحدث عن أنصار في القرى الإفريقية أنصار هذا الجنح أو ذاك لا نتحدث عن انتماءات سياسية بسيطة بل هي انتماءات معقدة ربما يهدأ الشارع نتيجة لهذا القرى سيهدأ الشارع بناء على تصريحات زعماء هذه الأطراف فعلا كان تصريح إيجابي من قبل الرئيس كنياتا على اعتبار أنه رغم أنه اعتبر أن قرار المحكمة هو مجانب الصواب ولكنه يحترم قرار المحكمة وهذا فيه إشارة إيجابية للشارع ولأنصاره ونفس الوقت أن رئيس المعارضة أودينغا أنه كذلك اعتبر أن هذا القرار هو قرار تاريخي وبالتالي يطالب المناصره ومؤيده إلى التعامل الإيجابي إذن ربما على هذا المستوى ربما قد نقول أن هناك مؤشرات إيجابية لكي يستقر الشارع وأن يتم الإعداد لانتخابات المقبلة بشكل عادي وإيجابي إذن هناك خصمان بارزان أودينغا وكينياتا ما هي السيناريوهات المحتملة في إعادة الانتخابات؟ بالنسبة للتكهنات هي من الصعب للحديث الآن لأن التقارب التي حصلت في النتائج الأخيرة قالوا أن الفارق يعني مليون ومصف من الأسواق تقريبا ولكنه في عداد الكتلة الناخبة التي تتجاوز 16 مليون إذن تقريبا 22 مليون ناخب هي ربما مؤشر على كون أن الصرع لن يكون بسيطا وأن اللجوء للدور الثاني ربما قد يكون قائما لأن حوالي 55% بالنسبة لكينياتا في الدور الأول وكان هذا مفاجئ للمراقبين ربما مع الحديث كون هناك اختلالات في عملية فرض الأصوات أنها ستعطي دفعة للمعارضة ولزعيمها لربما سيكون هناك الانتقال للدور الثاني لأن في الانتخابات الرئاسية في كينيا أننا فيها الدور الأول والدور الثاني في حالة عدم فوز أي مرشح بأغلبية المقاطعات التي قلنا أنها 47 مقاطعة بمعنى أنه سيتم اللجوء في الغالب إلى الدور الثاني إذن كذلك أن الأمر الآخر وهو الحديث عن المرشحين لأن أودينغا كما هو معلوم أنه ليست المرة الأولى التي يتقدم فيها الانتخابات ترشح في 2007 وما ترتبع عن ذلك ترشح في 2013 وقبل النتيجة على مرارة الآن الانتخابات تابت هذه المرة ولكن كما قلنا أنه ليست هناك مؤشرات يمكن القول معها أن الحسم سيكون في الدور الأول بل ربما النجوء إلى الدور الثاني سيكون ضروريا إذن كينيا خلقت الاستثناء في هذه الانتخابات هل يمكن أن نعتبر الحالة الكينية بداية الخطوة نحو الانتقال الديمقراطي في إفريقيا بشكلنا؟ بالفعل أنه ربما عندما قلنا أنه لأول مرة يتم إلغاء انتخابات رئاسية في كينيا وفي دولة إفريقية وهذا الاهتمام الكبير بالعملية الانتخابية ونحن نعلم أن الانتخابات هي عملية بيداغوجية نتعلم فيها في كل محطة انتخابية نتعلم فيها الشئ الكثير لكي نؤسس للعملية الديمقراطية فبتالي دخول مؤسسة القضاء على الخط لأن دور المحكمة العليا كان هنا دور دلالة كبيرة وكبيرة جدا والدليل أنها عطت صورة كونها مستقلة عن صلط حتى عن رئيس الجمهورية فهذا يعني أننا بدأنا نتلمس طريق نحو الديمقراطية في القرى الإفريقية هنا النموذج الكيني يمكن أن نتحدث عن نماذج متعددة في إفريقيا هناك فعلا ما يسمى بالدول الفاشلة في إفريقيا نماذج الصومال على سبيل المثال ولكن فيما يخص السياق الآخر وهناك في كل مرة نتعلم في إفريقيا كيف ننتقل نحو الديمقراطية وبالتالي أننا خرجنا نوعا ما من صورة نمطية عن إفريقيا الانقلابات هناك الآن نوع من تحييد المؤسسة العسكرية إذن هنا الجانب الأول الذي كان يشكل تهديدا حقيقيا الديمقراطية في إفريقيا وهو المؤسسة العسكرية الآن أصبحت نوعا ما محايدة ثم الأمر الآخر وهو أن الاعتماد على التداول على السلطة إذن فالتناوب الذي يحصل على هرم السلطة في إفريقيا هو مؤشر إيجابي ثم الأمر الآخر هو دور المؤسسات هناك إيمان الآن في إفريقيا بدور المؤسسات وهذا مدخل مهم نحو الديمقراطية ثم الأمر الآخر وهو الإيمان كذلك بالدستور الدستور هو الذي ينظم السلطة هو الذي يضع قواعد العملية السياسية إذن فطالما أن هناك احترام للدستور فهذا كما قلنا هو مدخل مهم للانتقال الديمقراطي في إفريقيا الذي أصبحت الطريق نحوه ربما واضحة وأوضح من أي مرحلة أو محطة سابقة وهذا يجرنا إلى الحديث عن العلاقة بين هذا الانتقال الديمقراطي والاستقرار في هذه القارة ربما أن الاستقرار هو كان الحلم الذي ظلت إفريقيا تبحث عنه الاستقرار هو مدخل للتنمية بدون استقرار لن تكون هناك تنمية فبتالي أن السبب غياب الاستقرار في إفريقيا كان مرتبطا بالصراع على السلطة والصراع على السلطة لم يكن بالضرورة ما بين أشخاص نحن نعلم الفوسيفساء الذي تتشكل منه إفريقيا والدول التي تشكلت خاصة بعد المرحلة الاستعمارية أنها جعلت الاستقرار مطمحة ربما في كثير من الأحيان كان بعيد المنال الآن مع هذا التحول وهذا الإيمان بالديمقراطية ربما أصبحت مسألة الاستقرار قائمة إذن كلما كان هناك مؤشر قوي نحو الاستقرار كلما كان هناك مؤشرات متعددة نحو التنمية التنمية في إفريقيا كانت مفقودة بفعل غياب الاستقرار وخاصة كما قلنا أن السراع على السلطة كان يأخذ أبعاد متعددة لم تكن كلها سلمية بل في الغالب وأغلب الحالات كانت صراعات مسلحة كانت تفضي إلى مآسي فكثير من المآسي التي عانت منها إفريقيا في العقود السابقة كانت نتيجة الصراع على السلطة الذي لم يكن سلميا ولم يكن بشكل ديمقراطي الآن لربما أن طبقة السياسية التي تبلورت الآن داخل القرى الإفريقية الآن هي مؤمنة إلى حد كبير بكون أن العملية الديمقراطية هي المسلك نحو السلطة وأن السلطة يجب أن تكون من أجل الاستقرار والاستقرار هو المدخل من أجل التنمية شكرا لك دكتور محمد العمراني بخبزاء المحلل السياسي شكرا لكم مشاهدينا إلى اللقاء